الى هذا الذي تعلمناه وإذا تعلمنا وعملنا ماذا نصنعه ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به والرابع لابد أن نصبر على ماذا نصبر أولا على التعلم على العلم ثم نصبر على العمل ثم نصبر على الدعوة صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب على أسئلة القول ما هو الدليل على المسائل الأربع ما سائل الأربع عرّة داري اللي في الدنيا باية كما أسئلت على صرف قولة بإذن الله نعم سورة العصر أصبر نعم سورة العصر لك داري اللي في الدنيا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نعم والعصر أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر ولله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم إلا بالله ربي سورة العصر لك داري اللي في الدنيا نعم كل إنسان أقسم الله سبحانه وتعالى على أن كل إنسان فهو خاسر واستثنى من الخاسرين من تعلم وعمل وداعى وصبر علمنا ما هو خسارة في السجرة تربي تباته ورّا آمالي دلاجي خيري ولدامي صبر مليجي تربي تباته وقود قرآن تروقاتا أوضيح فينا ربطنا ناسا نعم من يعرف أقسم الصبر الصبر ينقسم إلا ثلاثة أقسم ما هي صبر ينقسم إلا ثلاثة أقسم إلا ثلاثة أقسم الصبر نعم 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 يقول ينقسم الصبر إلا ثلاثة أقسم الأول الصبر على ضاعة الله حتى تؤدى يصبح على الصلاة على الصيام نعم نعم الحمدلات أعرب بلت ورسولة الثاني كالصلاة والصيام الثاني الثاني الصبر على معصية الله الصبر عن معصية الله خطأ أن يقول الصبر على معصية الله عن يعني يبتعد عن المعاصي أرى الوفاة الأول وَالسلسللللللللللللللللللللللللللللليه الثالث الصبر على أقدان الله الصبر على أقدان الله ما يقدر الله عن عباد أو فقر أو فقد قريب ما رض مثلا نعم إذا هذا هو القسم الأول من الكتاب ما هو القسم الأول من الكتاب ما هو القسم الأول من الكتاب من كسمه دولة كتاب أنت سكى الخنكين جمالي المسائل الأربعة هذا القسم الأول شورة العصر ما هو القسم الثاني لهذا الكتاب؟ المسائل الثلاثة المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة الأصول الثلاثة أسئلة القبر قبل أن نشرح المسائل الثلاثة نسأل ما هو التوحيد أنه قد يقابلك إنشاء في الطريق يقول أنت موحد تقول نعم يقول ما هو التوحيد ما هو التوحيد؟ نعم إفراد الله سبحانه وتعالى إفراد الله سبحانه وتعالى أن يفرد الله لا يكون معه شريك من توحيد الربوبية لا تشرح توحيد الربوبية فقط نعم وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات إذن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص بهم من أنواع التوحيد الثلاثة ربوبية ألوهية أسماء والصفات هذا معنى أن التوحيد أقسام ثلاثة الأول توحيد الربوبية توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله بأن الله هو الخالق الرازم الثاني توحيد القلوهية توحيد العبادة ما هو توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العبادة الصلاة والصيام والذبح نعم الثالث توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسي وأثبت ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق لا يمكن أن يكون الخالق الكامل مماثل المخلوق الناقص نعم نعم من يعيد علي هذا الآن؟ تعريف التوحيد وتعريف أنواع التوحيد الثلاثة نعم فقط نعم أولا التوحيد ما هو؟ هذا اقول لا يختص به افراد الله ثبت الله اخبرav نعم ما هو التوحيد؟ خوفان منع افراد الله سبحانه وتعالى بكل اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والأسماء والاسماء والمماء التوحيد الربوبي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله هو إفراد الله سبحانه وتعالى توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء والصفات مقايزاتي بصفاتي ومقايزاتي بصفاتي ومقايزاتي طيب الآن نذكر المسائل الثلاثة القسم الثاني المسائل الثلاثة المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبي وبالأسماء والصفات هذه المسألة الأولى المسألة الأولى المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبي وبالأسماء والصفات المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالألوهية المسألة الثالثة المسألة الثالثة بالربوبي وبالأسماء والصفات هذه المسألة الأولى المسألة الثانية بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة